أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنِ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهُمَا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد مازلنا في سورة الإنسان وكنا قد توقفنا عند قول الله تعالى عينا فيها تسمى سلسبيلا وقلنا عن سلسبيل أنه اختلف العلماء في اشتقاقها فمنهم من قال على أنها مشتقة من السلاسة ومنهم من قال أنها مشتقة من السلالة وأبو عمر ذكر قال أنه ربما يكون أنها هي مشتقة من السلالة والسبيل على قول العرب سبلت السماء إذا أمطرت ونزل ماءها وكثر فهنا تكون سلسبيل لا تخرج عن المعاني التي ذكروها أهل التفسير كما ذكر ذلك الإمام الطبري والبن كثير والبغوي والقرطبي والرازي وغيرهم من أهل العلم بكروا في الروايات التي نسبت إلى السلاف رضو الله تعالى عليهم أنها إما أنه سهل تجري في الحلوق في الحلق يعني أنه تسيل في الحلق بسلاسة وإما أنها تجري في الأرض بسلاسة أيضا وقيل إما أنه تسيل في الجنة وتمشي ومنهم من قال على أنها باردة ومنهم من قال على أنها عذبة ولا تخرج الكلمات عن هذا أما ما روي عن ابن العرابي أنه قال ولا أدري لها اشتقاق ربما أنه قال لا أدري لها اشتقاق ولعلها من مبتكرات القرآن الجارية على عالات العرب ولا يضر هذا قد تكون هذه عين يعني عين كما ذكر الله سبحانه وتعالى قال تسمى أي أنه هذا اسم لها وليس لها اشتقاق ليس لها اشتقاق لأنه لم تعهد لم تعهدها العرب فمنهم من أخذ على وزن فعل لي لأمنهم من كما قلنا أنه جعلها غير مشتقة وذهب الجواليقي على أنها على أن سلسبيل قال أنها يعني ليست عربية إنما لفظ أعجمي وخالفه البعض كما تعرفون في قولهم أنه لا تجري كلمة أو لا توجد كلمة غير عربية في القرآن الكريم وقد تطرقنا إلى مثل هذا الأمر في مواضيع أو في حلقات وآيات سابقة ومن العلماء من قال أيضا على أنه سلسبيل كما روي روى القفال الشاشي وكذلك ذكر النقاش الموصلي وذكر ذلك الإمام الرازي والنسابوري في غراب القرآن ورغب الفرقان وذكر ذلك الكرماني أيضا قالوا على أنه سلسبيل على معنى سلسبيلا إليها أي اسأل طريقا عليها لأنه لا يصل إليها إلا من سأل الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وإن كان الزمخ شريف الكشاف يعني اعترض على هذا الأمر وعلى هذه القراءة وهذا الحرف الذي ورد عن علي رضي الله تعالى عنه وقال أنه هذا من المبتدعات في قضية القراءة عينا فيها تسمى سلسبيلا قالوا أنه هذه العين تنبع من أعالي الجنة وتنزل على أهل الجنة وتسيل في طرقهم وبين منازلهم وهذه من أنواع العيون التي ذكرها الله سبحانه وتعالى التي يمزج بها أهل الإيمان والمؤمنون وأولياء الله في الجنة شرابهم وحتى المسج ذكر العلماء قالوا المسج نحن قلنا المقربون يشربون من العيون يعني صرفا أي أنهم من غير مزج يشربون الخمر أو الكافور أو الزنجبيل دون أن يخلطوه بشيء قالوا هذا على درجتهم قال أما الخلط والمسج يكون لأولياء الله الذين أدخلهم الله الجنة ويكون ذلك الخلط إنما على درجة قربهم وعلى درجة أعمالهم وعلى خلوص أعمالهم فكل يشرب ويمزج على قدر إخلاصه في عمله وأيضا هناك تفاوت في درجات أهل الجنة على هذا المعنى ذكر الإمام الرازي في التفسير قال أنه هنا ذكرت هذه العين على معنى السلاسة وكما ذكرنا قال لأنه ذكرت في قبلها العين التي هي الكافور والعين التي هي الزنجبيل وفي الزنجبيل لذعة فأراد الله سبحانه وتعالى أن يخالف بين ما يشرب أهل الجنة ما يكون فيه لذعة في الشراب كالزنجبيل وما يكون سلسا في الحلق كالسلسبيل فهذا على هذا المعنى قال عينا فيها تسمى سلسبيل وذكر كما قلنا بعض أهل العلم قالوا أن سلسبيل هذه هو اسم من الله سبحانه وتعالى سماه لهذه العين لا تعرف العرب له اشتقاق كما ذكرنا ثم بعد أن ذكر الأكواب والآنية وما يطوف عليهم بهذه الأكواب والقوارير والقطوف الدانية وغير ذلك انتقل إلى نعمة عظيمة من نعم الجنة وهي قضية وجود الخدمة ونحن ذكرنا قلنا النعمة تكتمل بوجود النعمة وبوجود الخدمة فذكر النعمة أولا ثم أردفها بذكر الخدمة قال ويطوف عليهم بلدان مخلدون الطواف أينما جاء يكون في معنى الدور والحركة ولذلك أينما جاءت لفظة الطواف يراد منها الدوار والحركة وعدم الثبات وهذا يدل على النشاط ويدل على الحركة كما قلنا ولذلك نلاحظ أن لفظة الطواف جاءت مع طلبة العلم قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائثة ليتفقه في الدين وجاء الطواف في قضية الطواف حول الكعب لأن فيه حركة وفيه اجتهاد وجد وجاء حتى مع ثعل الشيطان لأنه حتى يتبين لنا أن الشيطان غير مسترخي في إضلال المؤمنين وفي إيذائهم فهو قال إذا مسهم طائف من الشيطان فلفظ الطواف فيه معنى الحركة لما ذكر خدم أهل الجنة قال ويطوف عليهم ولدان مخلدون ونحن هنا كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر هنا ولدان مخلدون وكذلك في سورة الواقعة ذكر ولدان مخلدون بينما في سورة فاطر ذكر غلمان وسنتوقف على ولدان وغلمان والفرق بينهما ومن أين أتى هؤلاء الولدان قال ويطوف عليهم أي على الجالسين قالوا لما كثرت مجالسهم ويحتاجوا إلى الخدم ورد في الآثار كما يذكر ذلك البغوي ويذكر ذلك السيوط في الدر المنثور قال إن ولي الله في الجنة إذا نادى رد عليه ألف مملوك له لبيك يا سيدي قال أقل أهل الجنة لديه ألف خادم هذا من أقل أهل الجنة خدمة يكون له هذا العدد من الخدم ربما يسأل سائل فيقول إذا كانت القطوف دانية وإذا كانت الكؤوس هي التي تمتلأ وتأتي إلى الشاربين وإن كانت هذه النعم كلها موجودة في الجنة ولا جوع ولا عطش ولا شمس ولا غير ذلك فما الحاجة إلى هذا العدد من الخدمة وفي أحاديث أخرى عفوا وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما يذكر ذلك الإمام القرطبي يقول على أنه أمشاط أهل الجنة من الذهب والعطور التي عندهم الأواني من الآلئ وغير ذلك من الأوصاف التي جاءت وقد أكثر الإمام بن القيم في حاد الأرواح من ذكر نعيم أهل الجنة وما عده الله لأهل الجنة من آثار كثيرة ما الحاجة إليها وما الحاجة إلى العدد من الخدم إن كان المرأة لا يتجعد شعرها حتى تحتاج إلى مشط ولا تحتاج إلى ماشطة ولا تحتاج وإن كان ريحهم الطيب ونفسهم المسك فما الحاجة إلى الطيب أن تطيبها النساء وما الحاجة إلى أشياء كثيرة من هذا الذي يعني يذكر في الأحاديث قالوا إنما هذا من باب استكمال النعمة العظيمة من الله سبحانه وتعالى على عباده كما أن العبد في الجنة لا يحتاج إلى أن يكون له الغرفة الواحدة لؤلؤة مجوفة مسيرة خمسمائة عام وهو مهما كان لن يكون حجمه إلا كما ذكر عن أحجام أهل الجنة على طول آدم طوله كذا ذراع وعرضه كذا ذراع إذن ما يحتاج إلى أذرع معينة فما الحاجة إلى هذه السعة العظيمة التي تكون في الجنة قالوا إنما هذا كله من باب النعمة العظيمة وقد ذكرنا هذا سابقا قلنا أنه أهل الدنيا المترفين قد يبني قصرا ويكون فيه أكثر من ثلاثين غرفة وقد يكون هو وزوجته وله ولد أو ولدين مثلا وبقية الغرف فارغة إنما يعني تكون هذا من باب النعمة الكثيرة والترف والتعالي في الدنيا فالله سبحانه وتعالى أعظم وأكرم بأنه يكرم أولياءه بأن يجعل لهم هذه العدد من الخدم استكمال لنعيمهم في الآخرة قال يطوف عليهم ولدان مخلدون والعرب تقول للغلام أو للعبد المملوك تقول له وليد يعني ولدان على وليدة والأصل بالوليد أو الوليدة هي التي هي تكون صغيرة في السن وكأنها قريبة العحد بأمها أو قريب العحد بأمه فيسمى ولدان على هذا المعنى وإنما ذكر الولدان قال لأنه كما ذكر ذلك ابن زبير الغرناطي قال لأن الولدان يعني يكونون أوفق في الخدمة فإنهم أسرعوا في الحركة وليس هناك كلفة في تكليفهم يعني لو كان الرجل في الجنة مثلا أو نتكلم عن الدنيا لو كان هناك في الدنيا رجل فثم كلف منه يقوم بخدمته ووأسا منه سيستحي من كثرة تكليفهم أما الصغار فلا يكون هناك تحرج من كثرة تكليفهم ولذلك سماهم ولدان على هذا المعنى على أنه يعني كثيرون حركة لا يستنكفون من خدمة أسيادهم ولذلك سماهم على هذا المعنى ولدان البعض قال من أين جاء هؤلاء الولدان إن لم تكن هناك ولادة في الجنة فذهب البعض على أن هؤلاء هم أولاد المسلمين الذين لم يبلغوا بعملهم مبالغ أهلهم وهذا رده كثير من أهل العلم قال لأنه لا تستكمل متعة الرجل في الجنة إن رأى ولده يخدم غيره فهذا يعني مردود هذا الكلام كما ذكر الإمام أبو حنيفة وذكر ذلك الإمام الطبري قال على أن الولدان هم أولاد المشركين لأنهم لم يعملوا عملا حتى يدخلهم النار ولم يبلغوا حتى يعني يحتكموا إما إلى جنة أو إلى نار فيكونون خدم لأهل الجنة وينقذهم الله من النار فهذا يكون معنى الولدان أنهم أولاد المشركين وهذا الذي عليه أكثر آراء العلماء قال يطوف عليهم ولدان ربما يعني يسأل سائل فيقول ما الحكمة أنه جاءت في سورة فاطر غلمان وهل هناك فرق بين الغلمان وبين الولدان قال الخطيب الشربيني قال والعرب تفرق بين الغلمان والأطفال والصبي والذراري وغير ذلك من المستماعات الموجودة ولكن الغلمان قال الشربيني قال هو لمن قارب البلوغ وإن لم يبلغ يعني قارب البلوغ يكون في حالة شباب وهو أكبر من الوليد أكبر من الوليد العرب أيضا كما قلنا لكم تسمي الأمة جارية وتسميها وليدة أيضا وإن كانت كبيرة في السن فتسميها وليدة على هذا المعنى فكلمة ولدان تحمل هذا المعنى وتحمل هذا المعنى هذا قول القول الثاني قالوا لا أن الولدان هم الصغار في السن والغلمان الذين هم أكبر ذهب ابن الزبير وكذلك الإمام الإسكاثي في درة التنزيل ودرة التأويل قال أن تسمية الولدان هنا في هذا المقام لأنه جاءت في سورة الواقع وفي سورة الإنسان لم يجري ذكر أحد سوى ذكر أهل النعمة يعني ذكر المؤمن الذي يدخله الله الجنة فذكر له أنه خادما من الولدان يقوم بخدمته قال أما في سورة الأفاطر فذكر والذين آمنوا أتبعتهم ذريتهم بإحسان الحقن بهم لما ذكر الذرية وذكر الأعداد الكثيرة ذكر الغلمان حتى يتناسب مع كثرة الأعداد في تناسب الخدمة بين العدد القليل وبين العدد الكثير وهذا جميل جدا في القرآن الكريم يعني لاحظوا عندما يذكر الله سبحانه وتعالى إرسال موسى عليه السلام إلى فرعون يقول له فأراه الآية الكبرى لما يرسل موسى إلى فرعون وملائه الذين جالسين معه في مجلسه قال فذلك برهنان من ربك إلى فرعون وملائه لما يرسل سيدنا موسى إلى فرعون وقوم فرعون يقول في تسع آيات إلى فرعون وقومه فلاحظوا كل ما يعني يذكر العدد الأكثر يذكر الآيات الأكثر تناسبا مع العدد المذكور فهنا ذكر خضية الغلمان هناك على هذا المعنى لأنه كان هناك يعني عدد أكثر فذكر أن هناك يعني غلمان دون الولدان وهناك قول آخر والذي أراه الله أعلم أن هذا قول لي أقول أنه الولدان والغلمان ربما يختلف الأمر على مسألة وهو أنه الولدان يكونون في خدمة النساء لعدم التحرج في الدخول عليهم والغلمان الذين هم أكبر قد يكونون في خدمة الرجال وخدمة مجالس الرجال لأنهم أقدر على الحمل وأقدر على الأشياء في الجنة وإن كان البعض سيقول ليس هناك حمل وليس هناك تقل نقول هكذا بني الكلام على ما يفهمه العرب في مجالسهم هناك قول آخر أيضا ذكره بعض أهل التفسير قالوا قضية الولدان والغلمان إنما جاء تزاوجا على اعتبار ما يحتاج إليه الرجل في الجنة فإنه قد يحتاج إلى بعض الأمور الكبيرة فيحتاج إلى الغلمان وبعض الأمور الصغيرة يحتاج بها إلى الولدان ومنهم من قال إنما هذا من باب تزاوج النعمة كما أنه الله سبحانه وتعالى ذكر عن أهل الجنة أنهم لهم أساور من ذهب ومرة قال أساور من لؤلؤ ومرة قال أساور من فضة إنما هذا على تنويع النعمة عليهم والله أعلم بذلك وأيضا من الجميل أنه ذكر الولدان هنا في هذه الآية ووصفهم بأنهم لؤلؤ من ثورة وسنأتي إلى لؤلؤ من ثورة لكن فقط المزاوجة وذكر أيضا عن الغلمان أنه قال أنه لؤلؤ مكنون فذكر عن الغلمان أنهم مكنون وذكر عن الولدان منثور قال أهل العلم قالوا لأن الولدان صغار السن فالحركة فيهم أكثر فالانتشار متناسب لحركتهم ولكثرتهم أكثر والغلمان أكبر في السن والاستقرار والاكتنان لمن هو كبير أليق ولذلك ذكر الاستقنان مع الغلمان وذكر الانتشار مع الولدان والله أعلم نعم قال ويطوف عليهم ولدان مخلدون مخلدون الخالد على معنى الباقي وقد ذكرنا هذا المعنى في آيات سابقة ومنهم من يعني ذكر كالقرطبي قال وفي لغة حمير أنهم مخلدون تأتي على معنى ممنطقون أي يلبسون المناطق يلبسون الأحزمة ومنهم من قال أيضا على ما جاء في لغة حمير وبعض لغات اليمن أنهم مخلدون قالوا أنهم مسورين يلبسون الأساور وقد ورد أيضا أنه كما ذكر ذلك الطبري عن سعيد بن جبير قال مقرطين أي يلبسون أقراط وسبقا قلنا أن العرب كانت تلبس أولادها الصغار الأساور والأقراط في آذانهم فإذا بلغ الصبي وكبر قصوا شعره وأزالوا عنه تلك الزينة التي للنساء ثم تحلى بحلية الرجال فكأنه لما قال مخلدون أي أنهم باقون على صغرهم لا يكبرون وهذه من النعم لأن كلما كان الرقيق أصغر كلما كان أجمل في الخدمة وأنفع على ما يعني تعرفه العرب وتعهده في غلمانها وفي خدمها ومخلدون قال أصلهم إن خلد إذا بقي وأخلد إذا مكث وأقام في المكان كما قال أخلد في الأرض على الذي آتاه الله آيته فانسلخ منها والخلدة قالوا هو القرط أيضا هذا مستعمل عند العرب والخلود على معنى البقاء أي أنهم يبقون على هذه أو باقين على هذه الحالة من الصغر لا يكبرون وهذه يعني هذه حالة مدح لهؤلاء الولدان قال ولدان مخلدون إذا رأيتهم قالوا الخطاب لمن إذا رأيتهم منهم من قال إنه الخطاب إذا رأيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال إذا رأيتهم أي كل من رأاهم والخطاب عام والكلام عام لكل من يسمع هذا الخطاب ويقول الله سبحانه وتعالى له كأنك إذا رأيت هؤلاء قال إذا رأيتهم والبعض قال أنه هنا ليس على معنى إذا رأيتهم على احتمالية الرؤية لا الرؤية ثابتة لأنه لو كانت الاحتمالية قال إن رأيتهم أو لقال لو رأيتهم لكن لما قال إذا رأيتهم معنى أن الرؤية متحققة ثابتة في حق من رأى ومنهم كما قلنا أراد الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام تأنيسا له وإسماعا للمؤمنين لأن عادة عندما ينعم الله سبحانه وتعالى على كبير القوم فهو إنعام على من تبعه من أمته فإذا كان هذا النعيم للنبي أو الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام فهو قطعا تتنعم به الأمة التابعة لهذا النبي العظيم قال إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا إذا رأيتهم الرؤية كما قلنا هو جولان النظر في الشيء والرؤية ليست كالبصر فقط تنظر وتتوجه بالنظر لكن لا تفسر أما هنا الرؤية على معنى التحقق يعني هنا رأيت ما قال لو نظرت إليهم لأن قد تنظر تقول نظرت إلى القمر ولم أره لكن هنا قال رأيتهم أي أنه الرؤية متحققة فإنك ستراهم على هذه الحالة ثم قال حسبتهم لؤلؤا منثورا حسبتهم ظننت أنهم لؤلؤ لجمال أشكالهم ولكثرة عددهم ولصفاء ألوانهم ونقاء ثيابهم وجمال حللهم وهكذا يعني أفاض المفسرون حقيقة فيما يذكره عن حال هؤلاء الولدان في رؤيتهم وقال لؤلؤا منثورا قال لؤلؤا منثورا قال بعضهم للتفسير قال لؤلؤا منثورا قال لؤلؤا قد أخرج من صدفاته ما زال الماء معه فهو في بريقه في بريق اللؤلؤ ومنهم قال لؤلؤا منثورا أي لؤلؤا قد نثر على كيف تنثر لؤلؤا على بساط من الذهب وهذا ما حصل مع المأمون كما يذكر ذلك يعني لبام الذهبي في السير ويذكر ذلك الخطيب البغدادي أيضا قال على أن المأمون لما تزوج بوران كان قد فرش تحت الكرسي المجلس الذي هو فيه سجادة منسوجة بالذهب قال وكانت تأتي نساء بني العباس من أهل الخليفة قالوا كان ينثرون اللؤلؤ ينثرونه على الأرض في منظر بهي حتى أن المأمون قال رحم الله أبي نواس لقد ذكر مثل هذا البيت وذكر بيتا يذكر فيه أبو نواس جمالية اللؤلؤ إذا نثر على بساط من ذهب قال حسبتهم لؤلؤا منثورة أي لؤلؤا بهذا الصفاء منثورة قالوا وما الحاجة أن يقول منثور قال لو كانوا مصطفين قال لؤلؤا منظومة اللؤلؤ المنظوم الذي يكون فيه سلك وينتظم الواحد تلو الآخر لكن لما قال منثورة أي أنه منتشرين يتناسب مع حركتهم حتى أن بعض أهل التفسير قالوا اللؤلؤ إذا تناثر كان فيه من الجمال أكثر من أنه كان مجموعا قال لأنه إذا تناثر سيكون انعكاس الشمس على حباته فتنعكس الواحدة على الأخرى مما تعطي بحجة ومنظرا جميلا في رؤية ذلك اللؤلؤ ورؤية ذلك الانتشار العظيم وهذا كله يدل على عظم ما أعد الله سبحانه وتعالى لأوليائه في الجنة فإنه أعد لهم نعيما وملكا كبيرا كما ذكر الله سبحانه وتعالى ولذلك لاحظوا في هذه الآية عندما ذكر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الولدان مخلدون باقون في خدمة أسيادهم وفي خدمتهم ونعلم أنه في الجنة ليس هناك ليل ولا نهار إنما هي خدمة دائمة وتنعم دائم واستلذاذ دائم بنعم الله سبحانه وتعالى الكثير فذكر من ضمن تلك النعمة أنه اللؤلؤ المنثور قالوا هذا باب اللطائف العظيمة التي ذكرها أهل التفسير قال بعض أهل التفسير قالوا إذا كان الخدم لؤلؤا منثورا فكيف بالمخدوم يعني إذا كان الخادم الذي هو أقل درجة ومنزلة هو لؤلؤ فكيف المخدوم كيف سيكون شكله وهذا كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن فرش أهل الجنة عندما قال بطائنها من استبرق يعني البطانة التي لا تنظر ولا يظهر عليها أحد فهي من استبرق وهو من الحرير الثمين جدا الذي يكون لأهل الجنة فهذا الحرير الثمين الذي يلبسه الناس ويتباهون به هذا يكون بطانة الفرش وبطانة ما يجلسون عليه من المجالس فكيف بظاهرها وماذا الذي يوضع فوق تلك المجالس إن كانت البطائن من استبرق كذلك هنا أراد أن يبين حال أسيادهم عندما ذكر أن الخدم لؤلؤ فأنظر أنت كيف سيكون السيد إذا كان خادمه لؤلؤا منثورا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نتوقف إلى القدر إن شاء الله على أن نكمل معكم في الدرس القادم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها من أقفالها من أقفالها